الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجال السماع كتاب مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي باكرة بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ومنها سر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد فشاهدته قلوب خواص العباد فزادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وطمأنينة وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية وما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مارك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا لفظ مسلم وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غير شديد أو نحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها فلا يبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته وقد نصر إمام أحمد رضي الله عنه على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق بأنه الغضب وفسره به غير واحد من الأئمة وفسره بالإكراه وفسره بالجنون قال شيخنا رحمه الله وهو يعم هذا كله وهو من الغالق لانغلاق قصد المتكلم عليه فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي لعبد إهماله والإعرض عنه ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله وقد كان الأولى بناطي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن اهتماله غير أننا نعلم أن الله سيسوق هذه البضعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فأعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطيه غيره وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه واستخدمهم له وجعلهم حفظة له في ملامه ويقظته وضعنه وإقامته وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه وخلق لهم الجنة والنار فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب فالإنسان شأن ليس لسائل المخلوقات وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البنية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه لتتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يغطر على باله ولم يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته وإثاره على ما سواه فاتخذه محبوبا له وعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخطه من عينه وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه قد جهره بالعداوة وآمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياء ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم وحذرهم وآلاتهم والدخول في زمراتهم والكون معهم وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم من أنه ويتعظف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآله فالجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالخياس إلى جوده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وفضله وإفضاله أشد من فرح الآخر بما يعطاه ويأخذه أحواج ما هو إليه وأعظم ما كان قدرا فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطى ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه ولله المثل العلى إذ هذا شأن الجواد من الخلق فإنه يحصل له من الفرحة والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلافه مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه ونفسه قد طبعت على الحرص والشحي فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته فجوده العالي من لوازم ذاته والعفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوبة والفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه ووال عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقضع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وإعطائه فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان فبين هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب أهابقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرق فتعين فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال ففرض إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملغ سيده ويسترحيمه ويستعطيفه ويعتذر إليه قد ألقى إليه بيده واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوى وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلا فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه وفتح طريق البر والإحسان والجود الذي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له إباق عن سيده فرأى في بعض السكة بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه فلما رأت على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا والدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته ودخلت فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها ووراء هذا ما تجف عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذان وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل فإن كلا منهما منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر وأما إلا حظ تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه وإنما يشده خواص المحبين فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر ونفيه كما يقول أعدائه هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه وهو السدى الذي نزه نفسه عن أن يترك الإنسان عليه فوسبحانه يحب أن يعبد ويطاع ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبة وطاعتهم له وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك وإنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى وذلك ما يتعالى عنه أحكام الحاكمين والإله الحق فإذا خرج العبد عما خلق له من طاعته وعبوديته فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعلى الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء إذا لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها بل قلبته شوكا ودغلا فإذا راجع ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره وراجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل فاشتدت محبة الرب له فإن الله يحب التوابين فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده وهذا لشدة محبته لتوبة التائم والمحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه فلا فرحة أعظم من فرحته به فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا وأسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك ثم إنه انفلت من عدوه ووفاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعتبك ويمرغ خديه على ثرى أعتابك فكيف يكون فرحك به وقد اختصيته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له والله تعالى يحب من عبده معاذات عدوه ومعصيته ومخالفته كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه وهذا حقيقة الفرح وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة عبد الذي سرت به نفسي وهذا لكمال محبته له جعله مما تسر به نفسه سبحانه ومن هذا ضحك سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا به ورضا كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتر آياته ويتملقه ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه ويضحك إلى من أخف الصدقة عن أصحابه لسائر اعتراهم فلم يعطوا فتخلف بعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي أعطاه فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة فإنه فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل وليس ما يلزم به المعطل للمثبت إلا ظلم محظ وتناقض وتلاعب فإن هذا لو كان لازما للزم رحمته وإرادته ومشياته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا فما ثم إلا التعطيل المحظ المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص والتناقض لا يرضاه المحصلون فصل قوله الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان أطاع أمعصى فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتب وإنزال الكتاب وبولوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء عالم أو جهل فكل من تمكن بالمعرفة ما أمر به ونهي عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عقبه بحجته على ظلمه قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وفي الآية قولان أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم والثاني ما كان ليهلكها بظلم منه والمعنى على القول الأول ما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم وعلى القول الثاني إنه لم يكن ظالبا لهم في إهلاكهم فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون وإنما أهلكهم وهم ظالمون فهم الظالمون بمخالفة رسله وهو العادل في إهلاكهم والقولان في آية الأنعم أيضا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون لم ينذروا ولم يأتيهم رسول وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه وذلك إنما يعلم بالرسل فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سابا مقتضيا لأثره من العقوبة كما قدر الطاعات سابا مقتضيا للثواب وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر كجعل السم سببا للموت والنار سببا للإحراق والماء للإغراق فإذا أقدم العبد على ساب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك فالحجة مركبة عليه فالمؤاخذة كالحريق مثلا والذنب كالنار ويتيانه كتغديمه نفسه للنار وملاحظة الحكم في هذا لا تجدي عليه شيئا وإنما الذي يشهده قيام الحجة عليه ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر فجعل صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين بل هو من ملاحظة الجناية والأمر ولكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار وشجرة تجتمل على الثمر والشوك فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له وأن يقيم عليه حجة عدله بأن قدر عليه الذنب فواقعه فاستحق ما خلق له قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأخبر سبحانه أن الناس قسمان حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة فيحق القول عليه بالعذاب وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان بل لأنه غير قابل ولا فاعل وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه فعص الرسول بكونه غير قابل للهدى وعوقب بكونه غير فاعل فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وحق عليه القول بالعذاب كما قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فالكلمة التي حقت كلمتان كلمة الإضلال وكلمة العذاب كما قال تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم فحقت عليه كلمة حجته وكلمة عدله وعقوبته وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم فأمرهم ونهاهم وثظهر بأمره ولهيه من القادر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضات ربهم ومراده فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم فصل قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور نظر إلى الأمر والنهي ونظر إلى الحكم والقضاء وذكرنا ما يتعلق بهذه النظرين النظر الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء ويفيده نظره إليها أمورا منها أنها جاهلة ظالمة وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتذاره البتة فيجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها فإنه وليها ومولاها وأن لا يكله إليها طرفة عين فإن وكله إليها هلك فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المندر قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفي خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وقال تعالى ومن ينق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال إن النفس لأمارة بالسوء فمن عرف حقيقة نفسه ومن طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من نبيه عليها لم يكن منها كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه ويثمر عنده حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضح ومنها ما ذكره صاحب المنازل فقال اللطيفة الثانية أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يقله حسنة بحال لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطل بعين النفس والعمل يريد أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله وأن تلك البضاعة لا يشترى بها النجاة من عذابه فضلا عن الفوز بعظيم ثوابه فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله لأنه متى تطلبها رآها وهذا من أجل أنواع المعالف وأنفعها للعبد ولذلك كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وععدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد برببيته وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته لا مهرب له منه ولا ولي له سوى ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لساء رسله وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك فإنه غير مقدور للبشر وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك ثم الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فردت فيه من أمرك ونهيك فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت فيه الهلك فإن إضاعة حقك سبب الهلاك وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي وأقر وألتزم وأبخع بذنبي فمنك النعمة والإحسان والفضل ومن الذنب والإساءة فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تغيني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار إذ هو متضمن لمحض العبودية فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه فصل النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده من عدوه وهو لا يشعر فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسوله عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح منه فإن اقتحم هذه العقبة ونجى منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طالبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما بالتعبد بما لم يأذن به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا والبدعتان في الغارب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا أولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى وقال شيخنا رحمه الله تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فولد بينهما خسران الدنيا والآخرة فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهي هذا أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر فإن ضفر به فيها زينها له وحصنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وأن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال وربما أجر على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنا واضفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله وصاحبها لا يتوب منها ويدعو الخلق إليها ونتضمنها القول على الله بلا علم ومعادات صريح السنة ومعادات أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزل الله ورسوله وعزل من والاه واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره ومعادات من عداه ومعادات من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعرض الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نوعا فما له من نور فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر فكان له منها بالقفزان وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم أو أما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحزنات ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجي النادم أحسن حاله منه فإن الإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فعوزهم الحطب فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوه نارا فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وتستهين بشأنها حتى تهلكه فإن جاء من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وإتباع السيئات الحسنة طلبه على العقبات الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات وأقل ما ينال منه تفيت الأرباح العظيمة والمنازل العالية ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات ولكنه جاهل بالسعر فإن جاء من هذه العقبة بصيرة تامة ودور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها أقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجارة فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح طلبه العدو على العقبة السالسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم ربحا لأنه لما عجز عن تخصيره أصل الثواب طمع في تخصيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله بالمفضول عن الفضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرض له ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول فإن نجى منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسوء ومسودها فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي الحديث وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الأمر وفي أثر آخر أن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن ولا يخطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم فإذا نجى منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى وحيدة لا بد له منها ولو نجى منها أحد لنجى منها رسل الله وأنبيائه وأكرم الخلق عليه وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في أغراء السفهاء به فهو في هذه العقبة قد لب سلامة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية المراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه أحدها قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا سمى المهاجر الذي يهاجر فيه إلى عبادة الله مراغما لأنه يراغم به عدو الله وعدوه والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمغيظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبودية وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سها في صلاته سجثين وقال إن كانت صلاته تابة كانت ترغيما للشيطان وسماها المرغمتين فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم الوافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعادات عدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله تعالى لما في ذلك من إرغام العدو ببذل محبوبه من نفسه وماله لله وهذا باب من العبودية ولا يعرفه ويسلكه إلا القليل من الناس ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهن بها فلعلك لا تظفر بها في مصنف نلبته ولله الحمد والمنه وبه التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته